موسيقى مقتل سربي وإصابة عدة أشخاص بعد حالة هياج وانفجار في فيينا وزير خارجية النمسا يدعو إيران إلى ضبط النفس المساعدات الاجتماعية في فيينا تشعل أزمة سياسية قبل الانتخابات مجموعات شيشانية وسورية في فيينا توقع معهدة سلام مشاكل مالية ولجستية تؤخر مشروع مترو فيينا أوتسفاي أوفينف حتى 2030 النمسا الرابعة عالميا في أكثر الدول أمانا للسفر مرحبا بكم في نشط الأخبار على النمسا ميديا لهذا اليوم شهدت فيينا في الحي السادس عشر اضطرابا شديدا ليلة ثلاثاء انفجار خلال عملية أمنية نفتتها وحدة إيكو كبرى حيث أصفر عن مقتل سربي يبلغ من العمر 47 عاما وبدأت العملية الأمنية بعد أن قام الرجل برمي أشياء من نافذة شقته مما استدعى تدخل الشرطة بكثافة وبعد فتح الشقة وقع انفجار قوي وأطلق أفراد الشرطة النار ما أدى لمقتل الرجل وأصيب سبعة أشخاص بجروح طفيفة وتم نقلهم إلى المستشفى بينما تلقى عشرون آخرون الرعاية في المكان حيث عملت فرق الأطفاء على تأمين المبنى لأنه يحتاج لبعض التدعيمات بعد الانفجار وقع أمين المبنى لأنه يحتاج لبعض التدعيمات بعد الانفجار شراته وقع أمين المبنى لأنه يحب بل سبيل مشكلة المترجم للقناة وأكد شالينبرغي في اتصال هاتفي مع القائم بأعمال وزير الخارجية الإيرانية علي باقري على ضرورة وقف إطلاق النار في غزة وإطلاق صراح جميع الرهائن مشددا على حماية المدنيين كأولوية قصوى بينما انتقد باقري الصمت الأوروبي تجاه الهجمات الإسرائيلية وأضاف لقد أغلق الجانب الأوروبي كافة القنوات الدبلوماسية من خلال عدم إدانة إسرائيل وفي وقت متزام أعلن تنظيم حماس عن تعيين يحيى السنوار رئيسا للتنظيم خلفا لإسماعيل هنية الذي تم اغتياله في طهران أثر نموذج التأمين الأساسي للأطفال الذي اقترحه الحزب الاشتراكي الديمقراطي اسبئو جدلا واسعا بعدما أظهرت حسابات أن أسرة سورية كبيرة في فيينا قد تتلقى 6800 يورو شهريا بزيادة قدرها 2200 يورو مقارنة بالمساعدات الحالية ويهدف النموذج الذي اقترحه أندرياس بابلا إلى تقديم 367 يورو لكل طفل بالإضافة إلى مساعدات إضافية مما قد يكلف دافع الضرائب 1.2 مليار يورو إضافية سنويا وانتقد المستشار كارني هاما النموذجة واعتبره إهانة لدفع الضرائب داعيا إلى فرض فترة انتظار خمس سنوات قبل الحصول على المساعدات الاجتماعية مؤكدا أن النموذجة يتعارض مع قيم العدالة الاجتماعية والتضامن التي تعتمد عليها النمسا بعد مشدات عنيفة بين الشباب من أصول ششانية وسورية في فينة تم توقيع اتفاق السلام المشترك لتحسين التعاون بين الطرفين حيث جاء ذلك نتيجة محادثات استمرت لأسابيع بين ممثلين عن المجموعتين العرقيتين وأكد الطرفان أن النزاع لم يكن عرقيا بل نتيجة عن خلافات شبابية حيث تم إشراك الشباب من كلا الجانبين في محاولات حل النزاع وليس فقط كبار السن وقد عملت الأطراف على تصحيح المعلومات المغلوطة وتعزيز العقلانية بالمقابل رحبت الشرطة بالمحادثات بينما أكد رئيس مجموعة العمل ضد الجريمة الشبابية ديتا كاسفان أن هناك تفسيرات عرقية للنزاعات بالرغم من دعوات الحوار والتعاون أهل على شركة فينة لينيين عن تأخرات وتكاليف إضافية كبيرة في تنفيذ مشروع مترو فيينا وثفاي أوفينف حيث ارتفعت التكلفة بمقدار 300 مليون يورو وتأجل افتتاح محطة مترو ماتسلين دوفا بلاتس إلى عام 2030 وأكدت بيترا هومس المديرة المالية لشركة فينة لينين أن المشروع واجه تحديات غير متوقعة رغم بدايته الجيدة بينما أشارت قدرون سينك المسؤولة التقنية إلى مشكلات تقنية مثل حركة الأرض ودخول المياه إلى الأنفاق ورغم عدم تجاوز الميزانية المعدلة أدت الجائحة والظروف الجيوسياسية إلى زيادة التكلفة ومن المتوقع أن يستأنف تشغيل خط أوتصفاي في خريف 2024 مع تأخير افتتاح تمديدات الخط إلى 2030 احتلت النمسا المرتبة الرابعة في تصنيف أمان الصفر العالمي الصادر عن شركة هيلوسيف السيوسرية الذي يقيم أمان الوجهات السياحية استناد إلى 35 معيار وجاءت النمسا بعد أيسلندا وسنغافورة والدينمارك متفوقة على معظم الوجهات العالمية ويقيم التصنيف الدول وفقا لخمس فئات رئاسية تشمل الكوارث الطبعية العنف المجتمعي النزاعات المسلحة وبنية الصحة العامة والتسلح العسكري بينما تصنف الفلبين وأكلومبيا والمكسيك كأخطر وجهات السفر وتبرز النمسا كوجهة أمينة ضمن قائمة تضم سبع دول أوروبية أخرى وكانت هذه نشاطنا لهذا اليوم والمزيد من التفاصيل لا تنسوا تحميل تطبيق انفوغرات على هواتفكم كنت معكم أنا بثينة سلام أمسية سعيدة وإلى اللقاء